اشتركوا في القناة 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 فاذا هذا الحدث اللي هو الغليان هذا الحدث دائم ما بصير بس هسة وبس ولا صار وانتهى لا هذا الحدث يحدث بشكل دائم وبشكل متكرر تمام فهذه الفكرة الرئيسية من استخدام الفعل المضارع البسيط اللي هو للتعبير عن حدث يحدث بشكل دائم وبشكل متكرر تمام تمام في الجمل المتبته الافيرماتيب سنتنسيز اذا هذا اول شيء بدنا نحكي عنه اللي هو كيف انا بصيغ الفعل المضارع البسيط في حالة الجمل المتبته صياغة الفعل هي بتعتمد بدرجة اساسية على الفاعل يعني انا لازم ارجع خطوة لورا واشوف الفاعل لان الفاعل ممكن يكون نوعين ممكن يكون شكلين ممكن هذا الفاعل يكون فاعل مفرد وممكن هذا الفاعل يكون فاعل جمع طيب كيف بدأ اميز بكل بساطة الفاعل المفرد يعني يا بيكون اسم مفرد يا بيكون ضمير مفرد وضمائر المفرد اللي هم هو شي وإت الفاعل الجمع يا بيكون اسم جمع يا بيكون ضمير من ضمائر الجمع اللي هم آي وي يو ذي تمام تمام لان ارجعت على الفاعل لان لما يكون الفاعل فاعل مفرد بهذه الحالة انا شو بدي اعمل للفعل بهذه الحالة انا لازم اضيف للفعل أضيف له إما S وإما ES بيجي واحد يسألني طب متى أضيف S ومتى أضيف ES بسيطة الأمور في معظم الحالات أضيف S لكن في حالات معينة أضيف ES اللي هو إذا الفعل كان ينتهي بمقاطع معينة زي إيش؟ زي CH S H S S X O Z و S تمام فإذا إذا كان الفعل ينتهي بواحد من هذول المقاطع تمام بروح بضيف له ES زي إيش مثلا زي الفعل ووش تمام الفعل ووش لاحظوا بانتهي بCH فأنا لما بدي أعمله في المضارع وكان الفاعل مفرد مثلا الفاعل كان هي تمام لاحظت رجعت هون خطوة لورا لقيت الفاعل مفرد فبالتالي هذا الفعل في المضارع لازم أضيف له S أو ES بتطلع في نهايته CH فهون أنا لازم أضيف ES تمام فإذا لما يكون الفاعل مفرد أنا بضيف للفعل إما S أو ES هذه الأس أو الأس اسمها أس المضارع أس المضارع لأنه في عندي أكثر من نوع من أنواع الأس في عندي أس مضارع في عندي أس جمع في عندي أس ملكية لازم أفرق بيناتهم هاي الأس اللي بضيفها للفعل المضارع البسيط اسمها أس المضارع أس المضارع بنضيفها للفعل في حالة المضارع البسيط لما يكون الفاعل مفرد بس تمام الحال الثاني إذا كان الفاعل جمع أو اسم جمع هون الفعل بدي أخليه مجرد طب شو يعني مجرد مجرد يعني بدون إضافات يعني ما بدي أضيف على الفعل ولا أي شيء لا اس ولا اس ولا ing ولا ed ولا زمن ما بدي يكون هذا الفعل المجرد ما فيه زمن مجرد من أي شيء تمام فإذا هذا في حالة الجمل المثبته لأن في حالة النفي إذا بدي أنفي الفعل في المضارع البسيط إذا بدي أنفي الفعل في المضارع البسيط لازم أرجع على الفاعل برضو لما يكون الفاعل مفرد بدي أستخدم بالنفي doesn't وبعدها base form base form يعني فعل مجرد وهون هاي بدنا نركز عليها ونأكد عليها أنه دائما بعد أفعال الجو هاي الأشياء تأسيسية أخذناها بدورة التأسيس للي حضرها معي بعد أفعال الدو دائما الفعل بيجي بمجرد سواء في جملة سواء في سؤال سواء نفي زي هيك دائما الفعل بعد أفعال الدو بدي يجي مجرد فبالتالي أنا بعد doesn't لما أستخدمها في حالة النفي بدي يجي الفعل فعل مجرد بدون زيادات بدون إضافات يعني مثلا الجملة هاي لما حكينا he watches لما بدي أنفيها he doesn't watch هون بشيل الاس ليش لأنه لازم يكون الفعل مفرد بدي أرجعه لازم يكون الفعل مجرد عفوا بدي أرجعه مجرد مجرد يعني بدون زيادات هاي زيادة فهاي بدي أشيلها he doesn't watch هون نفيتها إذن he watches يشاهد he doesn't watch لا يشاهد هون أعملنا نفي تمام لأن لما يكون الفعل جمع بهاي الحالة أنا بدي أستخدم don't وبرضو بعديها بدي يجي إيش الفعل مجرد فإذن حسب الفعل أنا لازم أرجع على الفعل هون أشوف الفعل اللي هو بيكون قبل الفراغ إذا مفرد doesn't زياد فعل مجرد وإذا جمع باستخدم don't زياد فعل مجرد تمام الحالة الثالثة اللي هي في حالة الأسئلة في حالة الأسئلة أنا بهمني أعرف ترتيب السؤال وشو لازم أستخدم في الزمن المضارع كيف ترتيب السؤال في الزمن المضارع الآن الأسئلة برضو زي ما شونا في الدورة التأسيسية نوعين يا إما يسأر نو كوسن يا إما الwh كوسن الآن في كل حالة من هذه الحالات حسب زمن الفعل أنا بيكون فيه ترتيب معين بيكون فيه أشياء معينة لازم أستخدمها حسب إيش حسب زمن الفعل نفسه تمام لأن في الزمن المضارع البسيط إذا بدي أسأل سؤال الwh كوسن اللي هو احنا بنسميه سؤال معلومات يعني أنا بسأله عشان أخذ معلومة معينة هون أنا بدي أبلش أول إشي بأداة السؤال تمام أداة السؤال زي إيش حكينا بالتأسيس حكينا زي what where when why how how often how much how many إلى أخيري هاي أعداد سؤال هاي أعداد سؤال فبتتكون في بداية السؤال بعدها شو بدي أستخدم بدي أستخدم يا دو يا دز تمام طبعا حسب إيش حسب الفاعل لاحظوا الفاعل وين بيجي الفاعل بيجي بعديهن مش زي الجملة الفاعل بيجي قبليهن هون لا الفاعل بيجي بعديهن فأنا بدي أطلع لقدام شوي أشوف الفاعل هذا الفاعل ممكن يكون مفرد ممكن يكون جمع الآن إذا كان مفرد باستخدم دز وإذا كان جمع بدي أستخدم دو تمام؟ الآن بالسؤال هون بيكون الفراغ يعني هون بطلب مني يا أستخدم دو يا أستخدم دز حسب إيش؟ حسب الفاعل لازم أطلع هون على الفاعل إذا مفرد بروح باستخدم دز هون إذا جمع بروح باستخدم دو هون وبجميع الأحوال الفعل هون بدي يكون مجرد الفعل هون بدي يكون إيش؟ مجرد فإذا بدي أبلش بعدها تسؤال دو أو دز بعدين حسب الفاعل مفرد أو جمع وبعدين لازم يجي الفعل مجرد سواء استخدم دو أو دز الفعل بدي يجي مجرد النوع الثاني من الأسئلة اللي هي أسئلة اليسر نوكوسين يا آه يا لأ تمام؟ هذه الأسئلة هذا النوع من الأسئلة هو يبدأ بالفعل المساعد فهو أنا بدي أبلش بالفعل المساعد اللي هو يا أما دو يا أما دز برضو حسب إيش؟ حسب الصبجكت اللي هو الفاعل فإذا كان الفاعل مفرد برضو بدي أبلش بدز وإذا كان جمع بدي أبلش بدو تمام؟ ودائما لازم أستخدم هون فعل مجرد هاي الشغلات مهمة جداً ولازم تنتبهونها لأن بالسؤال يا بيكون الفراغ هون يا بيكون الفراغ هون تمام؟ يعني مثلاً بيجيب لك سؤال دو يو تمام؟ حط لك هون فراغ وحط لك بلاي بينغو سين تمام؟ فهون أنت بدك تعرف بدك تعرف أنه بما أنه في عندي دو هذا سؤال في المضارع وجود دو هون لازم هذا الفعل يكون هون مجرد فبالتالي بلاي هاي ما بدي أعمل عليها أي تغيير بدي أحطها زي ما هي دو بلاي تمام؟ لازم يكون الفعل هون مجرد فبالتالي السؤال بيسألك أنه تعمل الفعل مجرد أو أنك يعني تختار إما دو أو دز حسب الفاعل مفرد أو جمع تمام؟ تمام طيب إذن شفنا أول ثلاث شغلات إحنا حكينا كل زمن من الأزمين هذول بهمنا خمس شغلات نعرف عنه كيف أعملوا بالجمل المثبته في الجمل المنفية في حالة الأسئلة الاستخدامات والكيبورد اللي هي الكلمات الدالة طيب الآن شفنا أول ثلاث شغلات الآن الاستعمالات أو الاستخدامات أو الفونكشنز وهذول يا جماعة الخير جدا مهمات ليش؟ لأنه أنا في السؤال في الامتحان لما أجيب لك بجيب لك إيش بجيب لك يعني جمل من أزمنة مختلفة لأن زي ما حكيت لكم في عنا سبع أزمنة في الوحدة الأولى وفي عنا كمان ثلاث أزمنة في الوحدة الثانية أو أربع أزمنة في الوحدة الثانية فبالتالي في عنا تقريبا كل الأزمنة موجودة السؤال رح يكون من جميع الأزمنة مخلوطة أوكي؟ فهون أنت شو لازم تعمل؟ لازم تحدد هاي الجملة على أي زمن أحلها بما أنه عندي كتير أزمنة طيب عشان تعرف على أي زمن تحلها شو بدك تستخدم؟ بيأتي الطالب بيحكي لك بستخدم الكيووردز بروح بشوف الكلمة الدالة على أي زمن وبروح بحل لا مش دائما تزبط لأنه في بعض الجمل ما بيكون فيها كيوورد طبعا كيف بدي أعرف؟ بدك تعرف الجملة على أي زمن تعملها عن طريق شغلتين مش بس الكيوورد لا كمان الفنكشنز الاستعمالات أو الاستخدامات فبالتالي هذول الشغلتين هن اللي بدلني هذه الجملة على إيش أعملها على إيش أحلها؟ على أي زمن أحلها؟ استخدامات كل زمن كل زمن إلو استخدامات معينة وأيضا الكيوورد الكيوورد بتساعدني إذا شفتها في الجملة بتساعدني أن أعملها على المضارع البسيط أو على المضارع المستمر أو على الماضي أو على المستقبل إلى آخره تمام؟ فإذن أول شيء يعني استعمالات الفعل المضارع البسيط أول استعمال لاحظوا هون هون في فرق عن الأجيال السابقة أنهم بس غيروا بصياغة الاستعمالات فقط هي الاستعمالات كانت نفسها ولكن هون اختصروها أو يعني غيروا بكلماتها غيروا بصياغتها فأول استخدام هو habits and routines تمام؟ الhabits والroutines الhabits والroutines اللي هو إيش يا جماعة يعني الأشياء الروتينية الأشياء اللي يعني بنعملها بشكل روتيني تمام؟ habits وroutines routines اللي هو الروتين اليومي أو الروتين اللي دائما بنعمله والhabits اللي هي يعني العادات اللي إحنا دائما بنعملها فلما يكون شيء شيء روتيني أو شيء عادة بنعمله هذا بنستخدم فيه مضارع بسيط طب ليش يا جماعة الخير؟ ليش؟ نرجع لورا أول إشياء مكتوب في القاعدة إنه الزمن المضارع البسيط بستخدمه لما يكون الشيء دائم ومتكرر لأن بما إنه هون الشيء حدث بشكل روتيني يومي مثلا أو أسبوعي أو شهري وبما إنه الشيء عادي أنا متعود دائما أعمله فبهاي الحالة معناته الزمنها أو معناته الحدث هذا حدث متكرر وحدث دائم تمام؟ فإحنا كلهن بصبن بنفس الموضوع بنفس يعني بصلب الموضوع إنه الحدث دائم والحدث متكرر تمام؟ إذن لما يكون الحدث روتيني لما يكون عادي معناته هو دائم ومتكرر معناته لازم أستخدم مضارع بسيط زي إيش مثلا؟ زي يعني هو عادة يفقد التواصل مع زملائه تمام؟ فهذا الشيء بيصير إيش؟ بيصير غالبا تمام؟ غالبا معناته هذا الشيء شيء روتيني أو شيء هو متعود عليه فلذلك الفعل هون استخدمته في المضارع البسيط طب كيف عرفت أنه في المضارع البسيط لاحظوا شو نهايته نهايته أس وقبل شوي حكينا أنه لما يكون الفاعل هون لما أرجع الفاعل هون ولاقي مفرد بروح بضيف للفعل أس أو أس فهون ضفت له أس تمام؟ الآن شوف الجملة الثانية أحمد كل يوم الصبح متعود روتينه اليومي أنه كل يوم الصبح شو يشرب يشرب فنجان قهوة تمام؟ فبالتالي هون هذا الحدث حدث روتيني حدث متعود عليه حدث يحدث كل يوم معناته هو يحدث بشكل متكرر وبشكل دائم أنه كل يوم الصبح يشرب قهوة فبالتالي الفاعل اللي بدي أستخدمه هون لازم يكون مضارع بسيط كيف أتأكد أنه مضارع البسيط طيب الاستخدام الثاني وهذه الاستخدامات لازم تنتبغوهن ولازم يعني تحفظوهن لأنه ممكن يجي لك في الامتحان يعطيك جملة ويقول لك ما هي الوظيفة ما هو الاستعمال لهذه الجملة فأنت بدأك تروح تقول له habits and routines مثلا أو بدأك تروح تقول له أنه استعماله permanent situations around the present time permanent situations مواقف permanent دائمة كلمة permanent هاي معناها دائم وهي نفس الفكرة اللي حكناها بالأول اللي هي الحادث دائم ومتكرر إيشي بيصير دائما بيصير بشكل متكرر فلما يكون situation اللي هو الموقف لما يكون دائم تمام around the present time يعني في الوقت الحاضر في الوقت الحالي لما يكون دائم بدي أستخدم فيه مضارع بسيط هاي الفكرة الأساسية تمام زي إيش مثلا he now shares a flat with a friend تمام he now shares لاحظوا فعل مضارع بسيط هو الآن يشارك يشارك مع صديقه تمام بتشاركه بإيش ب flat فإذن عملية المشاركة هون تحدث في الوقت الحالي في الوقت الحالي معناته هذا الشيء شيء permanent شيء دائم تمام people usually stay in touch using message apps or text messages عادة الناس يبقون على تواصل باستخدام إيش باستخدام التطبيقات وباستخدام text messages اللي هي الرسائل الرسائل النصية تمام فبالتالي هون الشيء دائما بيصير أنه دائما بيظلوا على تواصل لأن لاحظوا الفعل هون shares تمام هذا الفعل شو ما له هذا الفعل انتهى بس ليش انتهى بس لأنه فعل في المضارع البسيط طب ليش كمان لأنه الفاعل مفرد تمام بسبب أنه الفاعل مفرد هون ضيفنا للفعل بينما هون الفعل stay ضل مجرد ليش ضل مجرد لأنه لما أرجع هون على الفاعل الفاعل people people جمع تمام مية بالمية الاستخدام البعدية scheduled or fixed events in the future هون هذا الاستخدام أنه أنا مرات بستخدم الفعل المضارع البسيط عشان أحكي عن أشياء مجدولة مسبقا في المستقبل وهذا الاشيء رح نرجع نشرحه أكثر وأكثر في في الوحدة الثانية لما نشرح المستقبل ولكن هون حبيت أشير عليه مسبقا عشان تأخذ فكرة مسبقا أنه الفعل المضارع البسيط صحيح به بتحدث عن شيء دائم وشيء يحدث في الوقت الحاضر لكن ممكن أنا أستخدم للتحدث عن المستقبل متى لما يكون الحدث حدث مجدول مجدول مسبقا زي مثلا زي موعيد إقلاع الطائرات مجدولة مسبقا أن الطائرة رح تطير الساعة تسعة أو رح تصل الساعة ستة فهذا مجدول مسبقا يعني من قبل أسبوع مثلا خلص جدولين الرحلات أنه هاي الطيارة عدوبي طال على الساعة تسعة هاي الطيارة جاية من لندن الساعة ستة وهكذا تمام فلما يكون الحدث حدث مستقبلي ثابت مجدول مسبقا أنا باستخدم فيه مضارع بسيط زي هون الفصل الثاني ستارتس هون ستارتس معناها سيبدأ سيبدأ يعني شيء في المستقبل سيبدأ في شهر اثنين فلاهض إحنا شو استخدمنا استخدمنا مضارع بسيط وشو دل دل على المستقبل طب ليش استخدمت هون مضارع بسيط لأنه هذا الحدث حدث مجدول مجدول مسبقا أنه الفصل الثاني بيبلش بشهر اثنين خلص معروف دائما صح دائما المدارس والجامعات وغيرها الفصل الثاني بيبلش بشهر اثنين لأنه مجدول مسبقا وحدث مستقبلي ثابت استخدمنا مضارع بسيط هون لاحظ ضفنا له الس ليش لأنه الفاعل مفرد لاحظ الجملة الثانية ستقلع الطائرة تمام ستقلع الطائرة لاحظ مستقبلي ستقلع الطائرة الساعة التاسعة اي ام اوكي فبالتالي هون استخدمنا ايش فبالتالي هون استخدمنا فعل مضارع بسيط تمام فعل مضارع بسيط لأنه الحدث مجدول مسبقا وسيحدث في المستقبل وهو ثابت ثابت حدوثه ثابت تمام لاحظة هون الفعل ضفنا له ايش ضفنا له اس ليش ضفنا له اس ضفنا له اس لأنه لما رجعنا هون على الفاعل الفاعل مفرد تمام تمام فإذا هذا هو الاستخدام الثالث في عنا ثلاث استعمالات ثلاث استخدامات رئيسية كما ورد طبعا في المنهج منضيف عليهم أنه لما يكون الحدث حدث ايش حقيقة فاكت فاكت لما يكون عبارة عن فاكت اللي هو حقيقة تمام هذه الحقيقة سواء كانت حقيقة علمية أو حقيقة ثابتة تمام برضو نستخدم فيه مضارع بسيط نستخدم فيه مضارع بسيط زي الجملة اللي حكيتها في بداية الشرح Water boils at 100 ديجري سيليسيس هون هاي حقيقة علمية أنه الماء يغلي على درجة حرارة مية The sun rises from the east الشمس تشرق من المشرق برضو هاي حقيقة ثابتة عمان is the capital city of Jordan هذه برضو حقيقة عامة الكل بعرفها أنه عمان عاصمة الأردن وهكذا فلما تكون حقيقة برضو استخدم فيها أيضا مضارع بسيط الآن ما ننتبه لشغلة أنه في عندي مجموعة من الأفعال اسمها أفعال ايش أفعال state state verbs state verbs الآن هذه الأفعال هي أفعال جامدة تمام شو يعني state verb يعني فعل جامد طب شو يعني فعل جامد فعل جامد يعني فعل لا يقبل الاستمرار ما بيجي على صيغة الاستمرار طب شو بدي أعمل فيه هون إذا كان الفعل فعل جامد أنا دائما بدي أعمله على المضارع البسيط ما بقدر أعمله على الاستمرار على المضارع المستمر وغيره من الأزمن المستمر لازم أعمله على المضارع البسيط هذه الأفعال منها أفعال المشاعر والأحاسيس زي love hate to like إلى آخره أفعال اللي علاقة بالتفكير زي recognize إلى آخره أفعال الإدراك وأيضا أفعال الحواس اللي علاقة بالحواس الخمسة النظر البصر التوتش إلى آخره طيب زي إيش هذه الأفعال زي love زي like believe think think on في حال كانت opinion كانت رأي تمام لما يكون رأي بيكون إشي جامد زي no زي look look لما تكون appearance appearance يعني مظهر تمام يبدو يبدو مظهره كذا وكذا تمام هذه الأفعال لا تستخدم في حالة الاستمرار ما باستخدمها بالاستمرار ما بيجي معها ing يعني لا تستخدم مع ing طبعا نحن رح نرجع نشير إلها لما نأخذ المضارع المستمر تمام طيب مثلا فلاحظوا هون الفعل loves والفعل looks تمام استخدمناهم في المضارع البسيط ضفنا لن s تمام ضفنا لن s ليش لأنه هون الفاعل مفرد وهون أيضا الفاعل مفرد فاستخدمناهم في المضارع البسيط ليش لأن love look هون هذه أفعال جامدة ما بقدر أستخدمها في حالة ing تمام ما بقدر أستخدمها في حالة الاستمرار تمام الآن بعض هذه الأفعال بعضها بتغير معناها تمام فبالتالي بقدر أستخدمها في صيغة الاستمرار زي مثلا زي الفعل think لما ييجي بعديه الفعل think لما ييجي بعديه of أو about هون بقدر أستخدم معه ing عادي يعني I'm thinking of أو I'm thinking about بقدر عادي تمام أيضا الفعل c لأن هون من أفعال الجامدة لما يكون يرى لأنه دخل بالحواس لكن له معنى ثاني اللي هو يخرج مع أو يقابل تمام اللي هو go out with لما يجي معناه يخرج مع أو يقابل شخص معين هون بقدر أستخدم معه ing الفعل look لما يكون بعديه at look at هون بقدر أستخدم معه ing تمام تمام هون opinion هذه الجملة جملة رأي تمام فبالتالي think هذ باستخدمه في حالة المضارع البسيط فهون استخدمته في جملة مضارع بسيط أداة سؤال بعدين do لأنه الفاعل you تمام وبعدين think ظل مجرد فاستخدمته مضارع بسيط بينما هون what are you thinking about لاحظ شو يجي بعد think يجي بعديها about فهون لما يجي بعديها about بقدر استخدمها في حالة الاستمرار تمام تمام مثلا I don't see why you want to stay in touch with him هون معناها understand تمام understand فبالتالي لما see يكون معناها understand يعني يفهم تمام أو يكون معناها يرى تمام هذول المعنيين لما يجي معناها يرى أو يفهم هون باستخدمها بإيش باستخدمها في المضارع البسيط لأنه إذا إجت يرى أو يفهم هون إدراك وهون حواس وأفعال الإدراك وأفعال الحواس أفعال جامده ما بقدر استخدمها في ال-ing فبستخدمها مضارع بسيط يعني يخرج مع أو يقابل فهون عادي استخدمناها مع ال-ing ليش لأنه معناها يخرج أو يقابل طب نشوف هون I'd like to establish contact with that company but my post doesn't look at لاحظوا هون الفعل لك استخدمناه في المضارع البسيط إحنا قلنا الفعل لك فقط إذا كان يعني ال-appearance يعني إلو علاقة بالمظهر هون لا مش إلو علاقة بالمظهر هون بقول لك أنا بدي أبني تواصل مع هذه الشركة لكن المدير عنده رأي آخر عنده اعتقاد آخر فهون بمعنى think يعني يعتقد بطريقة مختلفة أنه لا ما بدنا نبني تواصل مع هذه الشركة فهون معناها think in a particular way يعني هو بفكر بطريقة مختلفة شوف الجملة البعضيها why are you looking at me that way هون استخدمنا ال-ing معها تمام استخدمنا ال-ing معها بدون أي مشاكل لأنه هون تغير معناها تغير معناها بطل يعني إلو علاقة بال-appearance تمام تمام فإذن هذول الأفعال لازم ننتبه لهم أفعال state verbs لهم أفعال جامدة في منهم بعض الاستثناءات هذول الأفعال سأتكي عنهم إن شاء الله لما نشرح قاعدة المضارع المستمر طيب الآن الشغلة رقم خمسة اللي بتهمنا في كل زمن من هذه الأزمنة اللي هو المؤشرات الدلائل الكيووردز تمام تمام لأننا في عندنا كيووردز شائعة وفي عندنا بعض الكيووردز اللي هي الدلائل أو المؤشرات اللي جديدة شوي علينا ضافوها في هذا المنهاج شو همه اللي همه every so often from time to time once in a while ever since nowadays هذول الخمسة إضافيات جداد موجودات عندنا في المنهاج فمن نركز عليهم اللي ملونات شايفينهم هذول بتكت ركزوا عليهم إنهم بدل على المضارع البسيط تمام هيك كما ورد في المنهاج أيضا rarely يعني شيء نادر أن ما يحدث seldom sometimes أحيانا بيصير usually often always occasionally hardly every day or every week or every month or every year every وبعدها أي زمن تمام hourly daily monthly weekly yearly never تمام أيضا hardly ever scarcely ever generally normally regularly habitually twice a week once a week twice a week إلى آخره once a month أو once a year إلى آخره now and then more frequently هاي كلها أنا جمعت لك ياها كلها كلمات ذالة على المضارع البسيط لكن هذول يعني إحنا بدنا يعني نوليهن أهمية أكثر لأنهن هن اللي موجودات في المنهاج وهن اللي حكولنا أنه هذول كلمات دالة على هذا الزمن تمام وهن زي ما حكينا جداد يعني ما كان زمان ما كانوا يذكروهم زمان في المناهج السابقة أنهم كلمات دالة على المضارع البسيط لكن كل هذول كلمات بتدل على المضارع البسيط إذا شفناها في الجملة ماتوا هي بتدل على المضارع البسيط وكانوا حطوها في أسئلة السنوات السابقة في أسئلة البزارة السابقة فهي كلها كلمات دالة على المضارع البسيط هذول الكلمات شو بدي أعمل فيهن؟ هذول الكلمات بدي أحفظهن تمام؟ هذول الكلمات حفظ لازم أحفظهن لأنه إذا شفتهم بالجملة بيدلن أنه هذه الجملة لازم أستخدمها في المضارع البسيط تمام؟ تمام مثلا شوفوا It rarely rains in summer It rarely لاحظوا rarely هاي كلمة دالة من الكلمات اللي شفناها قبل شوي نادرا يعني مش كثير تمطر في فصل الصيف فهون استخدمنا rains في المضارع البسيط ضفنا لها الس ليش؟ لأنه هون الفاعل It's فاعل مفرد I usually go to work by car but I sometimes walk لاحظوا في عندي usually وفي عندي sometimes هذول الكلمات بديلن على المضارع البسيط فهون الفعل استخدمته في المضارع البسيط خليته مجرد ليش؟ لأنه الفاعل هون اللي هو I جمع وهون but I sometimes walk sometimes كلمة دالة على المضارع البسيط هون walk خليته مجرد ليش؟ برضو لما رجعت هون على الفاعل اللي هو I هذا الفاعل من ضمائر الجمع تمام؟ تمام الآن هون أنا حطيت لك مجموعة كبيرة من الأسئلة هذه الأسئلة عشان أنت تتدرب عليها بعد ما تحضر شرح القاعدة وتفهمه وتكون أمورك تمام 100% الآن هذه الأولى الأسئلة المقترحة اللي بالبداية المجموعة الأولى هاي كلها أسئلة وزارية وردت سابقا على قاعدة المضارع البسيط في الامتحانات الوزارية السابقة طيب نشوف كيف مثلا إحنا كيف الطريقة اللي بدنا نمشي عليها في الحل الآن الطريقة كالتالية جماعة الخير أنا أول إشي لازم أقرأ الجملة ثاني إشي أدور على أي شيء بدلني على زمن معين أنه أحل علي هذه الجملة كيف يعني؟ يعني بدأ أدور يا إما أكلمي دالة يا إما أشوف الجملة شو الاستخدام تبعها هل بتحكي عن شيء روتيني عن شيء متكرر عن شيء دائم بيصير دائما عن شيء مثلا مجدول مسبقا بده يصير في المستقبل وهكذا تمام؟ فهذول الشغلتين اللي ممكن يدلوني شغلة ثالثة إضافية أنا أقول لكم إذا الجملة ما كان فيها ولا أي دليل ولا أي كلمة دالة ولا أي شيء بدل على استخدام معين لأي زمن من الأزمنة فاضي الجملة ما فيها ولا أي شيء بحلها على المضارع البسيط تمام؟ إذا ما فيها أي شيء بدلني على أي زمن ثاني بحلها على المضارع البسيط واضحة؟ تمام مثلا نشوف الجملة الأولى Our neighbor Sometimes His house And goes To country وحط اللي بن go Send leave باجي بتطلع هون في عندي Sometimes هاي sometimes كيبورد على إيش؟ على مضارع بسيط ممتاز الآن الخطوة الثانية بعد ما حددت إنه هاي الجملة بحلها على المضارع البسيط وين بدي أرجع؟ بدي أرجع على الفاعل هذا الفاعل الفاعل ها بأور نيبر هو فاعل مفرد تمام لها شو بتقولي القاعدة؟ بتقولي القاعدة إذا كان الفاعل مفرد وهون طالب إنه إيش؟ أعمل الجملة مثبتة مثبت طب كيف بدي أعرف إنه طالب مثبت أو منفي؟ لو إنه طالب منفي بيكون حاطلي not leave not leave هيك معناته طالب منفي طالب أعمل الجملة منفية لكن هو طالب أعملها مثبتة leave تمام؟ تمام فإذا الفاعل مفرد وطالب أعمل الجملة مثبتة وفي زمن المضارع البسيط هون وين بروح؟ بروح كيف بعمل الفعل في حالة الإثبات في حالة الإثبات لما يكون الفاعل مفرد بضيف للفعل s أو es فهون ضفت للفعل s وأخذت العلامة لأن لاحظوا هون كمان عندي and and هاي عطف والعطف دائما تعطف ما قبلها على ما بعدها يعني هون مضارع هون لازم يكون مضارع وهيو في عندي goes goes مضارع بما أنه هون في عندي مضارع بسيط مع أنه هون لازم يكون أيضا عندي مضارع بسيط and بتعمل تساوي في الجملة الجزئين متساويين تمام؟ ما بزبط أعطف أنا ماضي على مضارع مثلا حتى بالعربي ما بزبط أعطف ماضي على مضارع أو مضارع على مستقبل ما بزبط لازم تكون متساويتين طيب نشوف الجملة الثانية the heart its rate of pumping according to how active a person is لاحظوا الجملة الجملة بتحكي عن إيش؟ عن rate of pumping للهارت القلب و درجة النبض درجة نبض القلب طب هاي شو يا جماعة الخير؟ هاي حقيقة هاي شيء يعني حقيقة علمية تمام؟ وشيء يعني بتحدث عن نبض القلب و ضخ الدم تبع القلب البومبينغ ضخ الدم تمام؟ ضخ تبع الدم في القلب فهذا شيء يعني خلني حكي علمي أضف إلى ذلك في عندي هون is فعل في المضارع البسيط معتوا هاي الجملة هي جملة في المضارع تمام؟ الفعل الموجود هون اللي هو alter تمام؟ أنا شو لازم أعمل؟ لازم أرجع على الفاعل دائما الفاعل heart مفرد فشو بدر روح أضيف للفعل؟ دعضيف له s أو es فهون بضيف له s تمشي أموري ليلة يوجول إذا بيانو will لاحظ في عندي يوجول الكلمة دالة عن المضارع البسيط نفس الشيء بدي أرجع على الفاعل الفاعل ليلة وليلة مفرد تمام؟ شو بدي أعمل بالفعل play؟ بدي أضيف له s plays فبهذه الطريقة أنا بأعمل طيب شوفوا لي جملة أربعة مثلا writing short sentences interesting حاطي لي بين جوسين بي بي معناته بدي واحد من أفعال البي اللي هم am أو is أو are أو was أو where الآن آموا الزؤار هذول في المضارع وهاي في الماضي تمام؟ هاي الاحتمالات اللي معي فأنا بالأول لازم أحدد شو بدي أستخدم مضارع ولا ماضي؟ طيب نشوف الجملة شو بتحكي الجملة بتحكي writing short sentences interesting شيء عام بيحكي عن كتابة القصص كتابة الجمل القصيرة تمام؟ ولاحظ ما في عندي ولا أي دليل على أي زمن ثاني ما فيش ولا أي دليل ولا أي كلمة دالة ولا أي شيء بيدلني على استخدام زمن ثاني معناته هون بدي أعملها في المضارع البسيط زي ما حكيت الملاحظة اللي قبل شوي معناته هذول مستثنيات ما بدنا ماضي بدنا مضارع طيب ممتاز الآن هون الخطوة الثانية بدي أرجع على الفاعل والفاعل وين بيكون؟ الفاعل بيكون كل إشي بيجي قبل الفراغ writing short sentences طيب هذا الفاعل مفرد ولا جمع؟ شو رايكو؟ مفرد ولا جمع؟ اللي حضر معي التأسيس بيعرف هل هذا الفاعل مفرد ولا جمع؟ شو رايكو؟ لا 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 هذا الفاعل مش sentences لحالها لا هذا الفاعل كله writing short sentences ولاحظوا شو بلش؟ ING وهذا الING لما حكينا إنه لما ييجي في بداية الجملة في التأسيس حكينا إنه لما ييجي في بداية الجملة هذا اسمه إيش؟ اسمه مصدر اللي هو سميناه جرنت تمام؟ جرنت طيب والجرنت هذا المصدر هذا سو حكينا عنه؟ حكينا إنه الجرنت الING في بداية الجملة هو مفرد دائما مفرد معناته هذا الفاعل مفرد إذن الفاعل مش sentences لحالها الفاعل writing short sentences كتابة الجمل القصيرة كتابة فكتابة هاي اللي هي الجرنت هي مفردة بمعنة مفردة شو بدي أختار A ولا Is ولا R Is 100% تمام؟ شوفوا لي جملة 6 مثلا Water 0 degrees centigrade لاحظوا هذي ايش؟ هذي fact حقيقة تمام؟ بحكي لي عن الووتر عن الماء انه ايش؟ freeze يتجمد عند درجة حرارة 0 degree centigrade درجة حرارة 0 مئوية تمام؟ معتوا هذي حقيقة بمعنة حقيقة بدي أستخدم مضارع بسيط برجع وين؟ برجع هون على ووتر أيوة بحاجة بسألكو هون سؤال ووتر مفرد ولا جمع يا جماعة الخير؟ وهي كمان أخذناها بالتأسيس ووتر هل هو مفرد ولا جمع؟ طبعا ووتر مفرد طب ليش يا جماعة الخير؟ شو السبب انه ووتر مفرد؟ لانه ووتر اسم غير معدود uncountable noun وحكينا انه الاسماء الغير معدودة هي اسماء دائما مفردة فايضا ووتر مفرد فشو بدي أعمل للفعل freeze؟ بدي أضيف له إيش؟ بدي أضيف له إي أس تمام؟ freezes تمام؟ أس طبعا هي لحالة لأنه نهايتها إي أوكي؟ فبهذه الطريقة أنا بحل أسئلة التنسز بشكل عام أنه بقرأ السؤال بقرأ الجملة بالأول بروح بدور على أي إشي بدلني كلمة دالة استخدام استعمال أي إشي بعدين بصحح الفعل بحط الفعل بالفراغ بشكله الصحيح بناء على قواعد كل زمن من الأزمنة يعني مثبت فيه له قاعدة زي ما شفنا من فيه فيه له قاعدة سؤال فيه له قاعدة مختلفة فبالتالي يعني بصحح الفعل حسب قاعدة الزمن نشوف مثلا مثال على سؤال نشوف كيف الأسئلة سؤال ما فيش هون سؤال طبع أوكي لأن بقية الجملة بتقدروا تتدربوا عليهم وبتلاقوا الإجابات هون تمام؟ بتتدرب عليهم عشان تظلك أنت دائما تحل الآن هذا سؤال مثلا تمام؟ هذه الجملة جملة 16 سؤال water evaporate at 150 سيليسيس evaporate لأن هون هذي برضو حقيقة لما تكون درجة حرارة 150 150 درجة مئوية الميشو بعمل evaporate بتبخر أوكي هذي حقيقة علمية ثابتة معناته هون بدي أستخدم مضارع بسيط بمأنها حقيقة علمية طيب لأن هذا سؤال هذا السؤال هو أي نوع من الأسئلة هل هو WH-Question ولا Yes or No Question كيف بدي أعرف من بدايته بدايته أداة سؤال لا بدايته ما فيش أداة سؤال معنا سؤال Yes or No Question ممتاز سؤال Yes or No Question يبدأ يا إما دو يا إما دز هون حط اللي بين قوسين دو فإذن هون بالخيارات عندي خيارين يا دو يا دز حسب إيش بدي أطلع وين قدر طلع هون هالفاعل بالسؤال الفاعل بيجي هون الآن موتر هيقلنها قبل شوية إنها إيش مفردة فبالتالي بدي أستخدم دز دز بوتر تمام دز بوتر إبابوريت إبابوريت أتوان هدر دقليس لاحظوا الفعل هون الفعل إيجا مجرد مجرد تمام مية مية أوكي الآن أيضا هون حطتلكوا مجموعة من الأسئلة للتدرب هاي الأسئلة على النمط الثاني اللي هو multiple choice إذا كانوا جايبين أسئلة multiple choice كونوا الامتحان على الأغلب ممكن يكون محوسب زي ما حكوا آخر شيء فبالتالي ممكن يجيبون له بالطريقة هاي اللي هي إيش أسئلة الضعد عيرة مثلا سؤال أول every time every time every وبعديها زمن هون هذا دليل على مضارع بسيط معتوا هذا الفراغ بدي أعمل مضارع بسيط يعني هذا الفعل بدي أصححه هون في المضارع البسيط الآن الفاعل هون إيش مفرد تمام الفاعل مفرد طيب ممتاز a dog he smiles وهون الفعل برضه he smiles بالمضارع البسيط طيب لهم بجعل الفعل c الفعل c حكينا عنه ملاحظة قبل شوي إنه هو من الأفعال إيش الأفعال state state verbs أفعال جامدة الآن الحالة الوحيدة اللي ممكن أستخدم معه ing ممكن أستخدم معه ing إذا كان بمعنى go out with يعني يخرج مع أو يقابل هون لا مش معنى يخرج مع أو يقابل فبالتالي بقدرش أستخدم معه ing لازم أستخدمه في المضارع البسيط وأصلا الجملة في المضارع البسيط ممتاز معتوا شو بدي أعمل بدي أضيف له s وين الخيار المضاف له s اللي هو الخيار a وبالتالي هيك أنا عرفت أحل السؤال شايفين كيف فأنا بدي أحلل الجملة أحللها على الآخر أشوف على أي زمن أتذكر القاعدة تبعث هذا الزمن مثبت من في وفي حالة الأسئلة وبعد هيك يعني بصحح الفعل بالطريقة الصحيحة تمام تمام فإذن هذا أول زمن معنا لهو زمن المضارع البسيط إن شاء الله بتمنى أني شرحت لك بطريقة مبسطة وإن شاء الله أنه تكون مفهومة بالنسبة لك وبتمنى يعني الجميع يكون استفاد من هذا الدرس إن شاء الله ألتقي معاكم في الدرس القادم الله يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر